أهلا بكم حلقتنا مستمرة والحقيقة الفقرة دي فيها حوار خاص هيمتد إلى نهاية الساعة الأولى من الحلقة مع أحد أهم الباحثين الاقتصاديين في العالم له كتب ومؤلفات وتحليلات اقتصادية تتعلق بتشريح الملف والواقع الاقتصادي في مصر في عهد عبدالفتاح السيسي بينضم إليه الآن عبر الإنترنت البروفيسور روبرت سبرينبورغ وروبرت هو زميل أبحاث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية وأستاذ مساعد بجامعة سايمون فريزر عمل سابقا أستاذا لشؤون الأمن القومي في كليات الدراسات العليا البحرية ومدير برنامج الشرق الأوسط لمركز العلاقات المدنية العسكرية روبرت شغلة منصب مدير معهد الشرق الأوسط بلندن ومدير مركز البحوث الأمريكية في مصر من أحدث كتبه هي كتاب مصر في عام 2018 وكتاب الاقتصاديات السياسية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 واكلة هما نشر من دار بوليتي بريس روبرت هو رئيس تحرير دليل مصر المعاصرة واللي نشرته روتليج في سنة 2021 روبرت أشكرك على تلبيت الدعوة وبرحب بك في برنامج آخر كلام شكرا للإستضافة يوسامة طيب دعني أبدأ هذا اللقاء روبرت بسؤال مباشر الحقيقة تحليلك اللي نشر في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط بوميد في وقت سابق من هذا الألعام لماذا وصفت مصر في ظل النظام السيسي بأنها دولة متسولة؟ بذلك لأنها مدينة إلى درجة تجعل من مصر تصل إلى حافة الانهيار وبذلك فهي من أكثر دول العالم من ناحية المديونية وكذلك نسبة الناتج القومي الإجمالي بالإضافة إلى عوامل أخرى تجعلها من أسوأ الدول على مستوى العالم من ناحية الاقتصادية ضف إلى ذلك التقرير الاعتماني من مؤسسة مودي والذي يجعل من مصر أو حول مصر من حالة الاستقرار إلى حالة السالب ولذلك فالتحويلات المالية خاصة في العملة الصعبة تكاد تختفي ومصر اليوم في سوق الصرافة لذا فالتصنيف مصر على أنها دولة متسولة أعتقد أنه صحيح روبرت السيسي رفع شعار بعنوان الجمهورية الجديدة ووصف نفسه بالرئيس الشجاع اللي اتخذ إجراءات اقتصادية قاسية هرب منها كل الرؤساء المصريين السابقين مثل رفع الدعم، زيادة الدرائب، مواجهة الشعب بالتحديات المالية والاقتصادية للدولة السؤال هنا هل تعتقد أن إنجازات السيسي الاقتصادية أو الإنجازات التي يزعم السيسي أنه حققها أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري؟ أثرت بشكل إيجابي أم سلبي أيضا على الشعب المصري؟ ما يفعله السيسي من خلال هذه السياسات أو الإجراءات العديدة وبالأخص إلغاء كثير من السياسات السابقة كرفع الدعم على سبيل المثال وما يتعلق بالنفقات العامة في قطاع التعليم وكذلك في تقديم فرص العمل للمصريين فالحقيقة الشعب المصري عانى كثيرا وبالأخص الطبق الأفقر من الشعب المصري وهذه المعاناة ليست فقط متعلقة بالجانب الشخصي للمواطن المصري بل له تداعي على الاقتصاد المصري بشكل عام لأن الذي عانى هو حالة الطلب والذي أثر على الأسر ذات الدخل المحدود في مصر الاقتصاد كما تعرف هو يحوي العرض والطلب وحين يتعرض الطلب للأذافة العرض يتأثر أيضا وبذلك فنعم يمكن أن نقول بأن السيسي تبع إجراءات صندوق النقل الدولي في بعض الإجراءات ولكن التأثيرات اتجهت باتجاهين الأول أنه حاول وبشكل ربما نجح في شيء ما هو خفض الميزانية ولكن في الجانب الآخر وحينما آذى الطلب المحلي فهو آذى العرض أيضا وهذا يؤثر على الاقتصاد بشكل عام لكن النظام يتحدث في هذه النقطة عن إنجاز حقيقي يتعلق بارتفاع معدلات النمو مقارنة مع عهود سابقة كيف تفسر ذلك؟ المعيار الذي يستخدمه هو الناتج الإجمالي المحلي ويعني هذا وصل إلى نسبة لا بأس بها حوالي 5% خاصة بعد سنوات 2020-2021 سنوات الكوفيد ولكن أعتقد أن بعض هذه السياسات لا يمكن الوثوق فيها خاصة وأننا نعرف أن الحكومات المصرية المتتابعة تغير وتعدل من هذه الأرقام إلى درجة كبيرة فالأرقام لا تعكس بشكل دقيق الواقع الاقتصادي وبالأخص معدلات النمو ولكن بغض النظر عن هذا هناك قضية أخرى فالسؤال هو ما الذي تمثل هذه الأرقام والجواب هو أنها تمثل حالة انخفاض الاستثمار في القطاع المصري وهذا الذي ينبغي حسابه لأنه يتعلق بالبنية الأساسية للاقتصاد فإذا ما أخذنا أن الناتج الإجمال المحلي يتأثر بمثل هذه الاستثمارات فالنمو والذي يبلغ حوالي 5% الأصل أن لا يؤثر ذلك على مستويات أو معدلات العمالة الذي نجده اليوم هي أخفض معدلات العمالة على مستوى العالم وهو ينخفض بشكل تدريجي ولكن مؤكد خلال عهد السيسي لذلك فالناتج الإجمال المحلي معيار واحد ولا يمثل بشكل دقيق حالة الاقتصاد بشكل عام وهذا بالإضافة إلى معايير أخرى الحقيقة يشير إلى أن الاقتصاد المصري في حال انحسار وضف إلى ذلك حالة المدينية المصرية الأمر في غاية السوق روبرت فيه سؤال مهم جدا وهو أنت وصفت مصر أنها دولة متسولة ولكن من يتحمل مسؤولية تحول مصر لدولة متسولة في عهد عبد الفتاح السيسي لا شك الدائن والمدين كلاهما يتحمل المسؤولية فحين يكون البلد مدين للعملة الصعبة فبالتأكيد يتحمل جزء من المسؤولية ووصول هذه المدينية إلى أكثر من عدة مليارات من الدولارات الحقيقة لا شك أن الاستثمار الأجنبي في الحقيقة محدود غاية إلى درجة كبيرة كما أن الصادرات تقبع في خانة السالب لذا فالأثر القريب لسوق الصرافة والذي يدفع من قبل الاستثمار الأجنبي في مناحي مختلفة من السوق يدفع من خلال الاستدانة لذا فالاقتصاد ينبغي أن يدار ويتمحور حول رأس المال وخلال السنوات الثلاث الماضية مصر تدفع ثاني أعلى معدلات فائدة على مستوى العالم وللأسف الشديد باتت ملاذا للأموال المربوطة بمعدلات فائدة مرتفعة جدا ربما كسرت هذه الدائرة في شهر مارس حينما حدت الفائدة بـ 15% حيث أن الحكومة لم تستطع أن تفي بأي التزامات فوق هذا المعدل بينما في الداخل المصري المعدلات وصلت إلى 18% والحكومة كانت في غاية التردد في أن تحقق أو تلتزم بهذا المعدل بشكل دقيق فالحساب الأدق هو الفائدة المدفوعة للمدينية المصرية حقيقة تصل إلى قريب 50% فحينما تدفع بحوالي 50% معدل فائدة فلك أن تتخيل حجم الكارثة الذي يتهدد الاقتصاد لولا فقيرة جداً ما فيهاش بنية تحتية أو موارد وهو بيحاول تصحيح أخطاء الرؤساء السابقين وأن هناك ضريبة غالية وتكلفة عالية جداً بمليارات الدولارات لبناء ما أطلق عليه الجمهورية الجديدة كيف تعلق على ذلك؟ الحقيقة هذا غير دقيق فالواقع أن النمو الذي ذكره السيسي لم يتحقق في مصر خلال العهود السابقة والإنجازات التي تحققت خلال فترة عبد الناصر كانت أثرت بارتفاع الصرف في قطاع التعليم والصحة وغير ذلك من القطاعات المدنية ولكن اليوم نحن نشهد انحساراً وتراجعاً في الصرف في قطاعات التعليم والقطاعات العامة والمواطن المصري يعتمد في رفاهية العيش كمواطن على هذه القطاعات والحقيقة هذا المستوى تأثرت تأثراً كبيراً نتيجة هذا الانحسار في الصرف العام وكان الاعتماد كثيراً على المنحة التي قدمتها المؤسسات الدولية واليوم نجد بأن قطاع التعليم يجعل مصر في ذي القائمة المعدلات التعليمية والمستويات في العالم وهذا يمثل تراجعاً كبيراً في جودة الخدمات العامة ويحدث ذلك في فترة تمثل الحالة العامة في عهد سيسي وأعود مرة ثانية إلى قطاع العمل فالحقيقة لم يكن قطاع العمل يؤدي بشكل أسوأ مما يؤديه اليوم والواقع بأنه فرص التوظيف وفرص العمل ليست متوفرة وهذا القطاع يتراجع بشكل مضطرب كما لم يكن في السابق فبينما وجدنا في عصر مبارك وعند انهيار أسعار النفط وصل المديوني إلى 1340% من الناتج الإجمالي المحلي وتم التعامل في ذلك من خلال بعض الإجراءات وكثير من هذه الديون قد تم تزديدها أما اليوم فالمساعدات المطلوبة لأجل إعادة الاقتصاد كيف ترى استراتيجية السيسي بفكرة مواجهة المصريين بمشكلات الاقتصاد الحالية ومطالبة المستمرة للشعب المصري بتحمل المسئولية معه وأيضا المشاركة في حل المشكلات السيسي يقول أنه لن يستطيع حل مشكلات الاقتصاد المصري بمفرده ويتوجب على المصريين مساعدته تعليقك نعم هو صحيح فالحقيقة هو لا يستطيع أن يقوم بذلك دون دعم الشعب ولكنه من خلال سياسات يجعل من ذلك أمرا مستحيلا فإذا نظرنا إلى الصين على سبيل المثال فإننا نجد بأن الذي دفع بنجاح هذا المشروع هو أن الصين باتت القوة العظمى وترافق مع ذلك التحريك الشعبي العارم لسوق العمل فالمليار فاصل ثلاثة من الصينيين شكلوا قوة بشرية هائلة في سوق العمل وهؤلاء دخلوا في سوق الاقتصاد المعاصر لأجل تحسين مستويات المعيشة وهذا ما فعلته الصين فالذي بدأ بمعدل بسيط انتشر في كافة أنحاء البلد ووفرت فرصا للتجار الصغار وللموظفين الصغار كي يطوروا من أعمالهم ويصبحوا فاعلين ضمن الاقتصاد الصيني وبذلك وجدنا الثورة الاقتصادية في الصين والتي جعلت من الصين القوة العظمى على مستوى العالم بالمقابل ففي مصر الحقيقة أن سوق العمل يؤدي بشكل في غاية البساطة قياسا لحجمه وهو يعتمد على قطاعات كالسياحة مثلا وهذه ليست قطاعات ترفع من مستوى المعيشة وتدفع بالاقتصادي قدما كما هو الحال في الصين الأمر الآخر أن الصين دفعت بقطاع التعليم كي يؤدي إلى دعم الاقتصاد فالذي يدخل في النظام التعليمي الصيني يصبح فاعلا ضمن دفع السوق قدما ويصبح قادرا على أن يتعامل مع المتطلبات السوق المحلي والعالمي وهذا الأمر مخالف الحقيقة في مصر فكما نقول بأن القطاع التعليمي في مصر يؤدي بشكل في غاية السوق ولا سيما على مستوى التعليم الابتدائي وهذا لا يمكن أن يدعم أو يكون داعما للاقتصاد الذي تحتاجه مصر لأجل الخروج من أزمتها الحالية فالحقيقة أن النظام المصري فعل القليل جدا جدا لأجل تحسين مستوى التعليم خاصة لأجل دعم الاقتصاد المحلي وموقع هذا الاقتصاد على مستوى العالم فالحقيقة ينبغي النظر إلى حالة الصين كنموذج يحتذا به فالعمالة في مصر غير مؤهلة لأن تنافس أو أن تستثمر الفرص المتاحة أمام الاقتصاد الحقيقة أن عبد الفتاح السيسي ربط في تصريحات متلفزة سابقة قبل فترة بين تطوير التعليم في مصر وتوفر الكهرباء في المنازل برأيك هل ترى رابط في دولة بحزم مصر بين تطوير التعليم وتوفر الكهرباء للمصريين؟ الأسلوب الذي انتهجه الرئيس هو توفير الفرص لهؤلاء الذين يدعمونه وأن يمنع من معارضه الفرص فلذلك ففرص التعليم متمحورة حول مؤسسات هي خادمة للنظام القائم ولا سيما القطاع الأمني وإذا نظرنا بدقة أكبر إلى المنظومات المستفيدة من النظام التعليمي فبعضها يبدو أنها تم صياغتها وفق نماذج فاشية كما كانت مثلا في عهد هتلر في ألمانيا النازية هذا الأسلوب هو أسلوب نظام شمولي لأجل انتخاب نخبة معينة من الشعب لدعم أجندات حكام ذلك النظام بالعودة إلى الديون الخارجية الأسبوع الماضي في آخر كلام استضافت الباحث الأول في معهد كارنيجي البروفيسور يزيد صايغ توقع الرجل أنه طالما استمرت دول الخليج في دعم نظام السيسي ماليا فقد يستمر النظام السيسي ويستطيع البقاء لفترة مقبلة شاهدنا جميعا ما حدث قبل أيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بيزور مصر يوقع اتفاقات اقتصادية كبيرة مع النظام المصري بقيمة 7.7 من عاملين 10 مليار دولار السؤال هنا روبرت إلى أي مدى يمكن أن يستمر الاتصاد المصري في التعافي وفي الصمود بمساعدة هذه الأموال الخليجي أعتقد بأن الاقتصاد وكذلك المنظومة السياسية سيستمران لا أعتقد بأنهما سينهاران بين ليلة وضحاها ولكن مستوى الحاجة حقيقة أمر هائل نعم وقعت اتفاقيات مع بعض دول الخليج وكثير منها في صور استثمار وكذلك شراء لبعض أصول الدولة فمثلا تجديد الإداع الذي وضعته دولة الإمارات في البنك المصري جاء مقابل شراء أسهم حكومية بقيمة 25% فقط من مستوى الأسهم في شركة الأسمدة وهي من أهم الشركات المساهمة في الاقتصاد المصري لذا فمن المرجح أن يقوم حكام الخليج وبالأخص الإمارات بأنهم سيحصلون على أصول للدولة المصرية بسألة مخفضة كما أن الأمر لن يعطي السيسي حرية أن يضع هذه الأموال حيث ما شاء فالمانح هو الذي يشترط على السيسي أن يضع هذه الأموال لذا فهناك ثمن يدفع مقابل هذه المساعدات خاصة من حيث اعتماد الاقتصاد المصري على الخليج وليس الأمر بمثابة شيك مفتوح وبالأخص السعودية والإمارات حينما أرادوا أن يأتي السيسي للقوة ودعموا نظامه الأمر الآن يختلف فالحقيقة هم يضعون شروطا أكبر على هذه المنع وأضيف أن أحد شروط القرض صندوق النقد الدولي الأخير أن يقوم أشترط على النظام بعض الشروط وافق عليها النظام لكي يحصل على هذه المنع وإن رفض أو وجد صندوق النقد الدولي بأن الشروط لا يوفى بها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد وهناك نوع من المحاسبة الشديدة للنظام المصري خاصة وأنهم لا يريدون للنظام أو للاقتصاد المصري أن يصبحا اقتصادا معتمدا عليه الانهيار الاقتصادي الذي ذكرته منذ قليل أنت حذرت من قبل أن مصر ربما تواجه خطر الانهيار الاقتصادي كما حدث في لبنان سؤال مباشر هل يعني هذا أن مصر عرض للإفلاس؟ وهل هذا الإفلاس ربما يحدث قريبا؟ مصر اقتصاد هائل ويصعب أن يقبل العالم أن يفشل ذلك الاقتصاد أو ينهار كما كان الأمر في لبنان ولبنان للأسف كانت اقتصادا أصغر من أن تنجح أو تحقق النجاح واستراتيجية الإدارة الاقتصادية للسي سي الحقيقة لا تختلف كثيرا عن تلك التي في لبنان فهناك حالة اعتماد هائلة على الاقتراض وخاصة الاقتراض الخارجي ولأجل تحقيق ذلك فعلى مصر أن تدفع المستوى هو يعد الثاني من حيثة الأعلى على مستوى العالم ووضع أو ربط الجنيه المصري بالنسبة للدولار الحقيقة امتص الرأس المال من خارج القطاع الخاص ومن أيدي التجار إلى يد الحكومة والنظام ففي لبنان 80% من الأصول كانت ممتلكة من قبل الحكومة أنا لم أجد رقما يبين المستوى بالنسبة لمصر ولكني أعتقد أن من المناسب أن نخمن أن أكثر من نصف الديون التي قدمتها البنوك للقطاع العام هي تذهب للحكومة مما يعني أن المال مستخدم لأجل دعم الحكومة ليس لأجل تنمية الاقتصاد في حالة مصر هناك من هم مستعدون لدعم الاقتصاد المصري لأنهم لا يريدون له أن ينهار ولكن القطاع الخاص العالمي والذي الأصل أن يضخ الأموال إلى داخل مصر الحقيقة هو الآن يسحب المال من داخل مصر وكما وجدنا في تقرير شركة مودي للإتمان فليس من المرجح أن تعود هذه الأموال للضخل إلى داخل مصري لذا فالنموذج يشابه النموذج اللبناني ولكن لأسباب سياسية بحتة فستبقى المساعدات تحدثت عن الأعمدة التي تمنع مصر من هذا الانهيار ذكرت دول الخليج حلفاء السيسي الإقليميين ولكن الحقيقة فيه سؤال مهم جدا روبرتو هو الجيش كيف ترى دور الجيش المصري فيما يتعلق بمنع انهيار نظام السيسي على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا النظام العسكري المصري يعتبر رمزا لقوة النظام أكثر من كونه قوة عسكرية فاعلة وهذا مفهوم لدى أصدقاء مصر بأن السيسي يعتمد على العسكر لأجل رفض نظامه السياسي ولكن هذا النظام العسكري بحاجة إلى دعم وبعض هذا الدعم يأتي من المنظومة الاقتصادية في مصر وبعض هذا الدعم يأتي بشكل سلاح حيث تقتني مصر عقودا للتسليح حتى تبقى ضمن القوى العسكرية الأكبر في العالم ولذلك نجد بأن مصر تبقى في قائمة الخمس الأولى في سوق التسلع العالمي وهذا أمر عجيب نظرا للوضع الاقتصادي المصري إذن القطاع العسكري يعتبر مفتاحا لإبقاء السيسي في الحكم ومن يريد بقاء السيسي في الحكم عليهم أن يدعموا العسكر رغم أن هذا القطاع العسكري لم يفعل شيئا البتة لم يتدخل عسكريا في اليمن في ليبيا والحقيقة أنه لم يستطع أن يمنع العمليات الإرهابية في سيناء لذا فكيف يمكن أن يحصل هذا القطاع على حالة من الاستقلالية بعيدا عن منظومة التسليح مصر لا تزال معتمدة على هذه المنظومة رغم اتفاقية توصلت لها في الثمانينات أن مصر تلتزم بتنفيذ برامج تدريب وهذا لم تفعله ولم تقم به حتى الآن ولا يزال الاعتماد على التسلح من خلال عقود مبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية إذن فالنظام العسكري المصري معتمد اعتمادا كاملا على العالم لأجل أن يبقى مما يجعل من المستحيل أن تقوم مصر بأي عملية عسكرية دون دعم هؤلاء العملاء الأجانب يدعم السيسي كتبت روبرت وأنا أقتبس أن السيسي الذي أوصل مصر إلى وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري يعتمد على عامل اللقطة أو الشو المتعلق بإقامة مشاريع ضخمة وشراء أسلحة لتعزيز شرعياته كما ذكرت ما الذي تقصده هنا بفكرة اللقطة أو الشو ولماذا هذه السياسة من وجهة نظرك هي مهمة وحيوية للنظام السيسي هذه الحقيقة أسلوب وهو منهج للدكتاتورين أن يظن أن يعتقدوا بأنه رئيس النظام يتحلى بالروعة الهائلة بحيث أنه يصل إلى مرتبة الإله ومصر تعرف ذلك في تاريخها الفرعوني إذن فيه الحقيقة جانب من جوانب إنزال الإنسان المصري إلى ما هو دون المستوى الإنساني العادي ورفع القائد إلى مستوى ما فوق الإنسان إلى مستوى البطل الخارق لذلك كيف يمكن لإنسان عادي مصري أن ينافس ذلك الزعيم أو ذلك المنظومة الحاكمة فالحقيقة من مصلحة المنظومة هو إهانة وإزالة كرامة طبقة المواطنين وطبقة الشعب المصري لذا فدعم نظام السيسي المصريون في ظل حكم السيسي يدفعون أكثر ويتقاضون أقل هذه كلماتك الخاصة روبرت في أحد مقالاتك هل تتوقع تمرد أو ثورة أخرى مبنية على أسباب اقتصادية هذه المرة وليست أسباب سياسية في مصر؟ لا أخترح أن هناك ستكون ثورة ستحصل ثورة والمعارضة المصرية مقسمة إلى درجة بحيث أنه لو حصل الثورة فستكون هناك حالة من الفوضة وذلك الفوضة ستكون مدفوعة بدافع الحاجة الاقتصادية بسبب حالة استشراء الفقر في العالم حيث أن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر بمعنى أنهم يتقاضون أقل من دولار في اليوم الواحد ونظراً لحالة التضخم الهائلة في مصر فلا شك أننا مقبلون على زيادة الشريحة التي تعاني من الفقر الحقيقة هذا مراد يأتي في نفس الوقت الذي الخدمات العامة أيضاً تتضائل وتضمحل فالمواصلات تتراجع توفير المياه وكافة الاحتياجات الأساسية في الحياة المصرية أصبحت أكثر غلاءً وأصعب للحصول وشيئاً فشيئاً سنرى تمظهرات لهذا الغضب والحنق الشعبي على مختلف المستويات أما هل يصل الأمر إلى ثورة؟ إذا حصل هذا وتمظهر في شكل ثورة فأعتقد بأن الأمر سيكون حالة من الفوضة واندلاع العنف أكثر منه ثورة منظمة وذلك كردة فعل على حالة الفشل في الحياة المصرية بشكل عام من الواضح أنك لا تعتقد أن هناك موجة قادمة مشابهة للربيع العربي ستحدث في مصر قريباً صحيح؟ لا أعتقد بأننا بصدد ربيع عربي آخر لا في مصر ولا في مكان آخر بل لأن الربيع العربي كانت حراكاً للطبقات الوسطى وكانت ثورة سلمية فإذا أخذنا ما حصل في مصر فالحقيقة أن النظام المصري لم يكن نظاماً فاشياً فالنظام مبارك كان قد مارس بعض الانفتاح ولكن نظام السيسي انتكس عن ذلك فلا يمكن أن نخمن ما الذي سيحصل في الشارع قياساً إلى ما عليه النظام السيسي خلال السنوات الثماني الماضية روبرت السيسي أقام علاقات قوية جداً مع دول الخليج أبرم العديد من صفقات السلاح مع دول أوروبية تصالح مع تركيا وقطر حافظ على تحالفه القوي مع إسرائيل برغم تظاهر الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي نتحدث عنها منذ بداية هذه المقابلة هل تعتقد أن السيسي يتمتع بالاستقرار الذي يحتاجه للبقاء في منصبه أم لا؟ ليس بالضرورة واضح للجميع إن كان في مصر أو خارج مصر بأن البلد يواجه انهياران اقتصادياً وأزمة اقتصادية خانقة وفرص الخروج من هذه الأزمة حقيقة هي فرص محدودة والذي رأيناه خلال الأسابيع الماضية يعكس فشل المنظومة الفكرية المحيطة بالسيسي فالذي وجدناه هو خسخصة أكثر من عشرات من القطاعات المصرية العام وبعض هذه القطاعات ربما تبيعها الحكومة بشكل كامل وبعضها ربما تبقي على نسبة من الأصول بشكل عام والذي نفهم من هذه القائمة ليس هناك اقتصادي في مصر يمكن أو هو باستطاعته أن يقدم بديلاً للنموذج الاقتصادي الحالي وذلك لأن الاقتصاديين العاملين للحكومة هم صيارفة وليسوا اقتصاديين في الحقيقة وعملهم هو إدارة سوق الصرافة ليس إلا وهذه لا يمكن أن تكون استراتيجية اقتصادية فلذلك فهذا الأسلوب كما حصل في لبنان عام 2018 هي استراتيجية سياسية بحتة وليست اقتصادية فبالمقارنة مع الأنظمة الشبيهة في بعض الدول العربية كالأردن وتونس ومصر وحتى في مصر في الثمانينات الحقيقة بأن الذي عندنا حالياً هو من أبأس أكثر الأنظمة بؤساً التي رأيناها في تاريخنا فحتى تلك الأنظمة وإن كانت عبارة عن لقطات للعرض ليس إلا إلا أنها كانت محاولات لأجل عمل حوار وطني يخرج البلد من الأزمة الماحقة ولذلك فالحوار الوطني الذي تحدث عنه السيسي هو لأجل إظهاره وكأنما هو يقوم بشيء للخروج من الأزمة ولكنها تفتقد إلى المصداقية ولذلك فهو يفتقد إلى القابلية أن يقنع المستثمر ويقنع السوق بقدرته على إدارة مصر وإخراجها من الأزمة الحالية ولذلك فإذا ساءت الأمور وبقيت الأسئلة بدون إجابة فالسؤال هو حين ذاك ما هي ردود فعل هؤلاء الذين عندهم شيء من السلطة والمسؤولية لأجل إخراجه من موقع القيادة فلذا فعلى السيسي أن يلعب حينئذ دورا أكبر في محاولة نأي نفسه من محاولة انقلاب أعتقد أن هذه نقطة هاما روبرت يجب أن نتوقف عندها يعني من خلال حديثك هل تتوقع أن هناك أحد من داخل النظام أو دعني أكون دقيق من داخل الجيش يريد أن يزيح السيسي من السلطة ليست لدي معلومات من الداخل ولا أرى في المجال العام شيئا إزاء ذلك وهناك قدر عالي من الشائعات لا تنسى بأن السيسي جاء من خلفية عسكرية ولم يعتني أحد بمحاولة الحماية نفسه من قيام انقلاب كما فعل السيسي وهذا يشير إلى أنه مثل هذه المخاوف واضحة حتى في ذهن السيسي ولكن كيف يمكن أن تقرأ حالة الحنق الداخلي والأزمة التي تحيط بمصر والشعب المصري إلا أن تتوقع أن يحدث شيء من الحراك لأجل محاولة الخروج بكل الأزمة لذلك أعتقد أن من المحتمل جدا أن يقوم أحد بإزاحته ولكن لا أدري إن كان ذلك في الحديث عن استراتيجيات الاقتصاد المصري ووزير المالية المصري محمد معيد قال قبل ذلك أنه يجب على الدولة الاستمرار في الاختراض لسداد فوائد الديون أنا الحقيقة لا أعلم إن كنت ستعتبر هذه نكتة أم استراتيجية اقتصادية حقيقية في مصر قد تتذكر في عام 1994 والذي فؤاد سلامة الذي كان محافظ المركز المصرف المركزي في لبنان ثم أدين بعد ذلك بالقيام بسرقات قال نفس الشيء قال ليس الخوف من الاستدانة ما دام هناك من يقرض فنحن علينا أن نبقى نقترض ورغم أنه بقي على رأس المصرف المركزي في لبنان إلا أنه الذي يحدث في مصر اليوم هو الحقيقة الاقتراب من المستوى الكارثي الذي حينئذ سيشك أو ينذر بانهيار الاقتصاد بشكل كامل فعدم القدرة على سداد المعدلات الفائدة دعك من القرض هو مؤشر مهم على أنه هذا لا يمثل حلاً على الإطلاق ولهذا وجدنا بأن المعدلات الدين ترتفع شيئاً فشيئاً وهذا يؤثر بالقطع على الوضع الصحي للاقتصاد المصري بشكل عام وهذا نراه في تراجع مستمر إذن فالاستدانة لأجل دفع المعدلات الفائدة هو الحقيقة استراتيجية لأجل امتصاص المزيد من الأموال من الاقتصاد المحلي لأجل قالتك في شهر فبراير الماضي في موقع ميدل الاستئاية التي كانت بعنوان مصر وسر سبعة عقود من الحكم العسكري كتبت وأنا أقتبس أنه كلما ازدادت الظروف بؤساً كلما استطاع الجيش تبرير دوره كعمود فقري وحافظ للأمة كيف تشرح ذلك روبرت هذه مرة أخرى إحدى سمات هذا النظام وبناء على ما يقول والذي يقول ثقوا بنا فإما أن تقبلوا إما أن تقبلوا بحالة الحكم الشمولي والديكتاتوري أو أن يحصل بكم كما حصل في لبنان أو في سوريا أو في اليمن فهو كمن يمسك بمسدس في رأس الشعب وفي حالة فإما أن يمسك العسكر بمنظومة الدولة أو أن يحدث حالة من الانهيار والفوضة السؤال حول فشل الاقتصاد المصري عبر سبعين سنة الجواب هو لأن العسكر كان مسؤول عن ذلك القطاع فهذه الأنظمة العسكرية جميعها ليس فقط في مصر حينما يقوم العسكري بإدارة الاقتصاد كما في البرازيل في حقب مختلفة وكذلك الأرجنتين الحقيقة أدت بانهيار وسحق تلك الاقتصاديات فالحقيقة أن تحت ظل العسكر سيحصل فشلا اقتصاديا وفي حالة كمصر حينما عندنا زيادة مضطردة في نمو سكاني كبير الذي يحصل هو أن التهديد أنا باعتقادي هو تهديد فارغ الحيانة لا أستطيع أن أعني هذه المقابلة روبرت دون أن أسألك عن أفضل أكلة مصرية تحبها هل هي ترى هي الملوخية للأسف حينما تعيش خارج مصر فتفكر دائما بالملوخية أو تفتقد للملوخية الطازجة فينبغي عليك أن تحصل على الملوخية المجمدة وزوجتي وأنا عشنا في مصر وهي طاهية ممتازة للملوخية فعلينا للأسف الحصول على الملوخية التركية المجمدة وللأسف الشديد يبدو أن الطعام الرسمي أو الوطني للمصر يتم تصدير الخارج ليس من قبل شركات مصرية بل شركات تركية وهذا مؤشر روبرت سبرينبورغ أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في هذه الحلقة شكرا جزيلا